موسيقى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة خلق الله سبحانه الكون كله خلق الكواكب والنجوم والمجرات وخلق الجبال والأشجار والأنهار والبحار وخلق الحيوانات على اختلاف أشكالها وخلق الإنسان بما يحمله من ذكاء وعقل وقدرة على التفكير والتصرف فيما يحيط به ولم يترك الله هذه المخلوقات العظيمة سدى بعد خلقها بل دبرها أحسن تدبير وأحاطها بعنايته ولطفه فصار الكون بحسن تدبير الرب سبحانه في أعظم ما يكون عليه من التناسق والانسجام والترتيب والجمال يعلم ذلك من تأمله بعين بصيرته فرأى عظمة الخالق المدبر في عظمة الكون وبهائه ودقة تناسقه ثم إن الله تعالى كرم الإنسان من بين المخلوقات كلها فسخر له ما في الأرض جميعا وخصه بحمل أمانة إعمار الأرض على وفق مراد الله سبحانه فلأجل ذلك أرسل إليه الرسل بالشرائع المحكمة ليبينوا له الصراط المستقيم الذي يتحقق به حمله لهذه الأمانة فالله تعالى له الخلق والله تعالى له الأمر الكوني الذي به تدبير السماوات والأرض والله تعالى له الأمر الشرعي الذي يجب على الناس الالتزام به إن أرادوا صلاح الدنيا والآخرة ألا له الخلق والأمر هناك شيء يسميه علماء العقائد توحيدا ربوبية ويقصدون بذلك إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله أي بالخلق والتدبير والسيادة والملك والإحياء والإماتة والنفع والضر وما أشبه ذلك فجميع هذه الأفعال التي يمكن أن تدخل في مجال التدبير التدبير المحكم ومنها القضاء والقدر أيضا جميع ذلك يدخل فيما يسمى توحيدا ربوبية فعلينا إذن أن نفرض الله بذلك فلا مدبر للكون إلا الله كما أنه لا خالق للكون إلا الله لا يقدر ما يكون في هذا الكون إلا الله لا يحيي ولا يميت إلا الله لا ينفع ولا يضر لا يمنع ولا يعطي إلا الله سبحانه وتعالى وهذا مقتضى معنى الرب في اللغة فإن الرب في اللغة يدور على مجموعة من المعاني منها المالك والسيد السيد المطاع وما أشبه ذلك من المعاني يدل على معنى توحيد الربوبية مجموعة من البراهين السمعية الكثيرة من ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة التي نقرأها ليلا ونهارا مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين في القراءة الأخرى ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل وفي هذه الآية بيان التلازم بين توحيد الربوبية وما يسمى توحيد الألوهية أي إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الرب وهو الذي خلق كل شيء فيلزم من ذلك أنه يجب عليكم أن تعبدوه وأن تفردوه بالعبادة وكذلك قول الله سبحانه وتعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فسيقولون الله ومعنى ذلك أنهم كانوا مقرين بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق وهو الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة وهو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وهو الذي يدبر الأمور كلها وإنما كان النزاع في استحقاقه للعبادة دون غيره من تلك الآلهة الباطلة وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم السيد الله تبارك وتعالى ونحن قلنا آنفا إن من معاني الرب في اللغة السيد وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف فهذا الحديث فيه بعض معاني هذه الربوبية التي نتحدث عنها ولا شك أن لتوحيد الربوبية ثمرات عظيمة جدا من بين هذه الثمرات أن يرضى الإنسان بما كتبه الله له ما يكتبه الله ويقدره على العبد يرضى به لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر أموره كلها وأيضا عدم الجزع عند المصيبة عدم الجزع عند فوت شيء من متاع الدنيا الزائل لما؟ لأن الله قدر كل شيء ودبره تدبيرا محكما فإذا رأيت أن شيئا ما قد ضاع منك من متاع الدنيا فاعلم أن ذلك بتدبير من الله واعلم أن لله في ذلك حكمة بالغة وأيضا فإن توحيد الربوبية يجعل القلب آمنا مطمئنا هنيئا يقبل الحق كما قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب هذه بعض الثمرات للإيمان بتوحيد الربوبية ونحن قلنا إن توحيد الربوبية في ذلك النص الذي قرأنا مجموع في قول الله تعالى ألا له الخلق والأمر فالخلق فيه خلق هذا الكون بكل ما فيه ويدخل في ذلك خلق العباد خلق الناس ويدخل في ذلك خلق أفعالهم أيضا كما سيأتينا في موضعه بإذن الله تعالى والأمر نوعان أمر كوني وأمر شرعي فالأمر الكوني هو الذي به يدبر الله سبحانه وتعالى هذا الكون كله وفق حكمته البالغة ثم الأمر الشرعي هو هذا الذي سأحدثك عنه قليلا فيا أيها الحبيب تأمل فيما سألقيه عليك وأصخ له بسمع قلبك فإن الآذان تسمع هذا الكلام كثيرا ولكنها لا تكاد تستشعر خطورته أنا حقيقة أرجو منك أن تتدبر هذا الذي سأذكره لك لا أريد منك أن تسمع كلاما قد ألفت سماعه من قبل أريدك أن تتأمل أن تتفكر أن تتدبر في هذا الذي سأذكره لك أليس الله تعالى هو الذي خلقك وخلق آباءك وأبناءك وخلق المفكرين والفلاسفة وخلق السياسيين والعلماء وخلق الناس أجمعين أفلا يكون خالق الناس أعلم بأحوالهم وبما يصلحون عليه وما يفسدون به من أي أحد من الناس كائنا من كان كيف تؤمن بالله الخالق المدبر ولا تقر له بحق تشريع القوانين التي يجب أن يسير عليها البشر أليس من خلق أعلم بما يصلح عليه المخلوق كيف تطلب صلاح الأفراد والمجتمعات والدول من أفكار الناس وتجاربهم القاصرة في الشرق والغرب ولا تلتمسها من لدن الحكيم الخبير الذي لا يغيب عن حكمته شيء ولا يعزب عن علمه مقدار ذرة في السماوات ولا في الأرض إن الانسجام التام بين أفعال الناس وحركات هذا الكون الفسيح لا يتم إلا إن كانت أفعالهم على وفق حكم الله كما أن حركات الكون هي على وفق قضاء الله وتدبيره تأمل هذا المعنى جيدا هناك حركات لهذا الكون نزول وصعود أقمار وشموس ونجوم رياح وجبال وأرض كل هذا له حركة وفق تدبير الحكيم الخبير سبحانه وتعالى لا يمكن أن تكون في حياتك على أفضل ما يكون عليه الإنسان أن تكون في عيشك هنيئا طيبا راضيا بما تعيشه إلا إن كانت حركاتك كلها وتصرفاتك جميعها على وفق هذه الحركات الكونية التي ذكرت لك آنفا ولذلك فالمؤمن منسجم مع الكون وأما الملحد فنشاز وشذوذ الكون كله عابد لله مقبل على الله مسبح بحمد الله من خلق الله وتدبيره والملحد يريد أن ينازع ذلك كله وأن يكون له تصرف وقول وفعل على خلاف هذا كله وعبثا يحاول الحمقى من الناس أن يفصلوا بين الطريقين فيخترعون أحكاما يسيرون عليها تخالف حكم الله وهم يعلمون علم اليقين أن الكون كله خاضع لتدبير العزيز الحكيم تأمل معي الله الذي خلق هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا والله الذي يرزق وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها والله الذي يملك ولله ملك السماوات والأرض وإذا فالله الذي يحكم ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون نعم صديق العزيز التشريع حق خالص لله وحده والتحليل والتحريم ملك لله وحده دون غيره لا يمكن أن ينازعه في ذلك أحد من البشر كائنا من كان أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فتأمل أن الله سبحانه وتعالى سمى الذين يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله سماهم شركاء كما أنه في آيات أخرى سمى الذين يدعونا ويعبدون من دون الله شركاء فأساس الدين كله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أن يعبد الله وحده بأنواع الطقوس التعبدية بألوان الأنساك وأن لا يشرك معه غيره في شيء من ذلك وثانيا أن تحكم شريعته ولا يؤخذ التحليل والتحريم إلا من كتابه سبحانه وتعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي يترك حكم الله فإنه في حقيقة أمره يرضى بحكم الجاهلية ولا يمكن المقارنة بين الحكمين كما لا يمكن المقارنة بين النور والظلام أو بين السماء والأرض ولكن الأمر قد يخفى على من لم يترع اليقين قلبه ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون لأجل ذلك وصف الله سبحانه وتعالى الذي يستبدل بحكم الله حكم الجاهلية بأشنع أوصاف ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وحقيقة الإيمان لا تجتمع مع كراهة حكم الله أو الحرج من قضائه الشرعي بل لا تكون إلا مع تمام الرضا بحكم الله عز وجل والتسليم والإذعان له كما يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما لا يؤمنون نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عن هؤلاء الذين لا يكفي تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يشجر بين الناس وإنما لا بد من مرتبة ثانية ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وهي مرتبة انتفاء الحرج من حكم الله عز وجل ومن تنزيل شريعته بين الناس ثم لا بد من مرتبة ثالثة بعد ذلك وهي تمام التسليم والإذعان ويسلموا تسليما وإذا كان الاختلاف طبيعة في البشر وسنة كونية مضطردة فيهم فإن المتعين عليهم إن كانوا حقا يؤمنون بالله الخالق المدبر أن يرجعوا عند الاختلاف إلى قضاء الله وحكمه ليجدوا في ذلك نعيم الاتفاق وسعادة التماهي مع تدبير الله للكون وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب عند الاختلاف الذي لا بد منه يمكن حينئذ أن نرجع بل يجب علينا أن نرجع إلى حكم الله عز وجل لكي نستطيع أن نخرج من هذا الاختلاف باتفاق نتماهى فيه مع تدبير الله لهذا الكون كله وصدق الله سبحانه وتعالى إذ قال قل إن الأمر كله لله لا بد إذن في ضمن توحيد الربوبية الذي أدعوك إليه لا بد من تحكيم شرع الله عز وجل في كل صغير وكبير لا نقصد بذلك فقط ما يظنه بعض الناس حين يسمعون مصطلح الشريعة فيظنون أن الكلام عن الحدود والعقوبات هذا جزء من الشريعة التي يجب تطبيقها نحن نتحدث عن تطبيق شرع الله عز وجل في كل شيء في الدائرة الفردية الخاصة في الإنسان مع نفسه في علاقته بربه وفي علاقته بالبيئة المحيطة به وفي علاقته بالكون وبالمجتمع وفي علاقته بأسرته بأمه بأبيه بزوجه بأولاده هذه الدائرة الضيقة وأيضاً لابد من تحكيم الشريعة في المجتمعات في تأسيسها في بنائها في تماسكها لابد من تحكيم الشريعة في الاقتصاد الذي تسير عليه هذه المجتمعات والدول والأمم لابد من تحكيم الشريعة في السياسة الشرعية التي تحكم الناس تحكم الحاكم وتحكم المحكوم لابد من تحكيم الشريعة في العلاقات بين الدول والأمم بين الطوائف المختلفة بين الأديان المختلفة في جميع ذلك لابد من تحكيم الشريعة فيما ذكرته وفيما لم أذكره ولم أستحضره الآن هذا هو المعنى الحقيقي الشمولي التام الكامل للشريعة لا فقط تطبيق بعض الحدود الشرعية مع أهمية نظام العقوبات في الإسلام لابد من أن يكون شعارك وشعاري هو ألا له الخلق والأمر في الصغير وفي الكبير الخلق والأمر الكوني والأمر الشرعي أيضا وصدق الله إذ قال ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور هذه حقيقة توحيد الربوبية التي يجب أن تتشبع بها وبعد ذلك فإن توحيد الربوبية يدعو إلى شيء آخر ويستلزم نوعا آخر من أنواع التوحيد لكن كلامنا عن ذلك سيكون في لقاء مقبل بإذن الله عز وجل فإلى ذلك اللقاء أستودعك الله وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة